اكدت سعادة سيدة روان بتنجيب توفيق وزيرة شؤون الشباب على دور مدينة شباب 20-30 الفاعل في تعزيز مهارات الشباب وتطوير قدراتهم وتدريبهم وتأهيلهم للدخول في سوق العمل جاء ذلك خلال لقاء سعادة وزيرة شؤون الشباب والسيدة مهام فيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين بنخبة من الشباب ضمن برنامج حديث الذي تنظمه وزارة شؤون الشباب ويهدف إلى فتح قنوات التواصل بين المسؤولين والشباب للاستماع لصوتهم ومنحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم في مختلف المجالات وأضافت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن برنامج حديث يعزز دور الشباب البحريني في بناء منظومة البرامج والفعاليات التي تقدم لهم لتنمية طموحاتهم والاستثمار في طاقاتهم وتمكينهم من لعب دور فاعل في بناء المستقبل من جانبها أكدت رئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين على أهمية الشراكة الإستراتيجية مع وزارة شؤون الشباب في مدينة شباب 20-30 بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتنمية المهارات والفكر الإبداعي للشباب وذلك من خلال تقديم العديد من البرامج والمبادرات التي تسهم في تزويدهم بالمهارات والمعرفة الأساسية لإطلاق أعمالهم وإتاحة الفرصة لهم للإبداع والتميز وتضمن النقاش مع الشباب المشاركين في برنامج حديث ثلاثة محاول رئيسة وهي تنافسية المواهب والكفاءات الشبابية البحرينية في سوق العمل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب بالإضافة إلى اهتمام الشباب بالتدريب الحرفي والتخصصات الإبداعية الحديثة شكرا